جينا اليوم باسم وزارة شؤون الأسرة والمحررين وباسم أهالي الأسرة وباسم الأسرة والأسيرات في سجون الاحتلال من أجل شكر وتكريم تلفزيون الفجر الجديد وراديو رايا أفأم للمجهود الكبير الذي بذلوه يوم أمس في احتفال تكريم أمهات الأسرة هذا الاحتفال الذي لقي صدا واسعا في كافة أرجاء الوطن أيضا بحب أشكر بشكل خاص كافة المؤسسات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية التي رعت هذا الحفل وأخرجته بالشكل اللائق الذي هو فيه الذي خرج به أيضا بشكر باسم الجميع محافظ محافظة طول كريم وعلى هذا الجهد اللي بدلوه في إنجاح هذا الحفل بشكر أيضا حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وعلى رأسها الأخ مصطفى تقاطقى أمين سر الحركة أيضا بشكر الإخوة في نادي الأسير بشكر كمان رئيس بلدية طول كريم الأخ إياد الجلاد بشكر أيضا كافة الأسرة المحررين الذين بدلوا كل الجهد من أجل تنظيم الحفل وإخراجه بالشكل اللائق نحن بنشكر تلفزيون الفجر الجديد وكذلك بنشكر راديو أف أم رايا على الجهد الكبير اللي قدموه بالاحتفال والمهرجان الكبير اللي لقي إكبال كثير من أهالي الأسرة بنشكر إخواننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بنشكر الأخ محافظ محافظة طول كريم الأخ أبو رامي كذلك بنشكر رئيس بلدية طول كريم الأخ الجلاد على الجهد الكبير اللي قدموه برضو احنا بنشكر جميع الأخوة والمؤسسات العامة والغير حكومية على المؤسسات الحكومية والغير حكومية على الدور الكبير اللي لعبوه في دعم هذا المهرجان واللي أتاح لنا الفرصة أنه يلاقي كثير من الدعم من قبل الأهالي لأنه كثير كثير يعني بيحبذوا الأهالي مثل هاي الأمور وإن شاء الله منتمنى الإفراج العاجل لأسرانا وإن شاء الله بتيجي السنة الجاي وبيبكوا أسرانا محررية ومنحتفل جميعا بالإفراج العاجل لهم إن شاء الله